السيدات والسادة الحذور الكرام الجامعات المصرية أصبحت الآن على طريق جامعات الجيل الرابع بفضل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 والتي أطلقها الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو شخصية علمية لها إسهامات كبرى في تطوير التعليم العالي في مصر ويسعدنا اليوم تشريفه ليشاركنا بكلمة حول رؤيته لمستقبل التعليم العالي ودور جامعة بديا فليتفضل مع العالي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أن أرحب دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي مشرفنا النهاردة بحضوره برضو برحب بمعالي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير السحة والسكان طبعا برحب بزملائي معالي الوزراء برحب أيضا بمعالي المحافظين رؤساء الجامعات واسمحولي أن أنا طبعا أرحب بي المهندس ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالمهيلز والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس وماناة جامعة بديا والأستاذ الدكتور حسام الملاح رئيس جامعة بديا السادة رؤساء الجامعات على الحضور الكريم اسمحولي قبل أن أتكلم عن جامعة بديا محتاج أن أعرض على حضراتكم اللاندس كيب بتاع الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي في مصر المنظومة دي ابتدت في 1997 بعدت من الكليات والبرامج وحعمل مقارنا بين اللي ابتدينا بي ودلوقت إحنا وصلنا بإحصائيات ومؤشرات ودلالات إحنا بقينا فين في التعليم الخاص كأحد محاور منظومة التعليم العالي المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة هركز عليها بانضمام جامعة بديا اليوم اللي إحنا طبعا بنتشرف بأن دولة رئيس الوزراء بيحضر تدشين هذا الصرح الجديد من سلوح التعليم العالي وهو الحقيقة بيدل على قدقات دولة والحكومة رائعية للقطاع الخاص والاستثمار في التعليم هرجع تاني للسنوات العشرة اللي فاتت وإلا حصل من طفرة في منظومة التعليم الخاص بالذات اللي أنا هركز عليه في الكلمة دي وبعد كده هتكلم على جامعة بديا إحنا النهاردة وصلنا بافتتاع هذه الجامعة لإجمالي عدد 35 جامعة خاصة عدد كليات وصل 242 كلية بتقدم 395 برنامج كان عدد الجامعات في سنة 14 23 جامعة علشان بس نقدر نقيس الفرق بين 23 جامعة في 2014 دلوقتي 35 جامعة وكان كلياتها أياميها 132 كلية وعدد برامجها 175 برنامج دلوقتي بنتكلم في هذه المنظومة للتعليم الخاص في 80 كلية وجامعة خاصة حصلت بالفعل على الاعتماد البرامجي والمؤسسي والبرضه عايز أقول إن في منهم جامعات أخذت اعتماد دولي من الكيو إي إي والإبت فبس علشان نعرف الكواليتي اللي بتقدم في مصاري التعليم الخاص في منظومة التعليم العالي المصري نيجي النقطة تانية هي عدد الطلاب اللي موجودين في التعليم الخاص والجامعات الخاصة في مصر دلوقتي أكتر من 400 ألف طالب وطالبة ومع زيادة مستمرة في الإقبال على التعليم الخاص على سبيل المثال السنة اللي فاتت كان 92 ألف مقعد مخصص للجامعات الخاصة لأننا لما نقول الجامعة اللي بتفتح جديد بيبقى فيه لجان علشان تقول الطاقة الاستعابية بتاعتها قد إيه وما يقدرش إيه بل أكتر من كده في البرامج بتاعته فكان فيه 92 ألف برنامج ألف مقعد في السنة اللي فاتت 71 ألف مكان منهم شغل بنسبة 80% السنة دي مع الزيادة في عدد الجامعات الخاصة أصبح عدد الأماكن المتاحة 120 ألف مقعد وعلى فكرة إحنا لسه الطلبة بيلطحكوا فعلشان كده ما أقدرش أقول إحنا وصلنا الكامل إنما المؤشرات بتقول إن العدد اللي حيشغل حيبقى أكتر من السنة اللي فاتت إن شاء الله ده بيعكس مدى جودة التعليم سواء في التعليم الحكومي أو الأهلي أو الخاص أو التكنولوجي أو أفرع جامعات الأجنبية عشان كده لما بنتكلم على منظومة التعليم العالي المصري دلوقتي ما فيش فرق الخريج هو الأساس ربط بسوق العمل ببرامج حديثة زي ما احنا هنتكلم دلوقتي على جامعة بادية طيب هل الجامعات الخاصة بتقدم تعليم بس ولا تعليم وبحث علمي بتشارك بأنشطة جوة الدولة في منظومة الدولة عايز أقول لحضراتكم أن كل جامعات الخاصة متهمة في مبادرة حياة كريمة وبتشارك في جميع المبادرات الرئاسية اللي بتعزز الهوية الوطنية وبترسخ علاقة الطالب بالمجتمع المحيط بالجامعة بالحقيقة اهتمام كبير بالأنشطة الرياضية والثقافية والطرفيهية للطلاب جوة الجامعات الخاصة طيب ايه الأدلة والبرهين على اللي بقوله إنجازات طلاب الجامعات المصرية الخاصة وبالأخص في المسابقات الدولية مع معالي وزير الشباب والرياضة إن العديد من المدليات اللي حصدت السنة دي من طلاب الجامعات الخاصة سواء في أولمبيات باريس وكذلك بطولة العلم للأولمبيات دولة الرئيس اللي هي انتهت من إسبوعين تقريبا اللي كانت في لتوانيا ولدنا أخذوا خمس مدليات ثلاثة دهب واثنين فضة ووحدة برونزية أخذوها طلاب جامعاتنا الخاصة وحطوا اسم مصر في الصفوف الأولى وسط دول العالم ندخل على محور تاني من اللي بتقدم الجامعات الخاصة اللي هي الخدمات الإلاجية ابتدت بمستشفيتين كانت موجودة في التعليم الخاص بساعة 435 سرير والنهاردة احنا بنتكلم على سبع مستشفيات بتضاف لمنظومة التعليم الخاص بيوصل للعدد لتسع مستشفيات السنة دي بطاقة استعابية تقريبا ألفين سرير علاجي بنهاية هذا العام ده كله بيأكد ان احنا كمان ماشيين في هذا الإطار وفيه 8 مستشفيات يا فانتم في باقي الجامعات الخاصة خلال في البايب عشان نوصل للعدد إلى 17 مستشفى الحقيقة بتغطي كافة أنحاء الجمهورية بتشتغل في منظومة متكاملة مع المستشفيات الجامعية اللي بتقدم خدمة الصحة لأولادنا وشبابنا وعائلتنا لما بجي بتكلم على الأنشطة الحقيقة الحديث ما ينتهيش النهاردة أدخل على جامعة باجية يعني أنا ديت لانسكيب للجامعات الخاصة وحبطيدي أتكلم على جامعة باجية ودورها الحقيقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بنتكلم على مستوى تعليم دولي أن كل جامعاتنا الخاصة دلوقتي يا فانتم بال والجامعات الحكومية والأهلية لها شراكات مع جامعات دولية النهاردة احنا بنشوف مثال وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس إن الشراكات مع جامعات الأجنبية وأفره جامعات الأجنبية بنطرجت أو بنأمل إن يبقى فيه شراكات مع جامعات المتميزة في العالم النهاردة لما شفنا جامعة تيكسس وهي من يعني الرانك بتاعها من الخمسين الأوائل على العالم فده مثال الحقيقة على اللي بنشتغل عليه دلوقتي في منظومة التعليم الخاص في جامعاتنا وعايز أقول ده نفسه اللي بيحصل في الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات التكنولوجية والحكومية تصنيف دولة متميز عشان نبقى وولد كلاس يونيفورستيز والتعليم الخاص يا فاندم دلوقتي بيؤكد أننا في هذا الطريق الموضوع بس بيستمر كمان بعد تخرج أولادنا الطلاب وبنتابع معاهم هما راحوا فين وإزاي الإمباكت بتاحهم على المجتمع المحيط سواء المحلي أو الأكليمي والدولة في الختام طبعا أنا بشكر دولة الرئيس على تشريف ولينا النهاردة وأشكر حضراتكم الحضور الكريم وبنتطلع للمزيد من التقدم والإنجازات والافتتاحات في المستقبل إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا